في الذكرى الثالثة لجريمة إعدام ثلاثة شبان بحرانيين نقف هنا أمام السفارة الخليفية مجددين عهدنا ووفاءنا للشهداء ومؤازرتنا وتضامننا مع عوائل الشهداء ونحن نشعر بحرقة في قلوبنا ما زالت كبيرة وألم كبير في داخل قلوبنا لأن الجريمة كبيرة ولأنها تكررت في شهر جولاي الماضي ولأنها ربما تتكرر خاصة بعدما قررت المحكمة الخليفية إصدار حكم بإعدام الشاب بين محمد رمضان وحسين موسى وأن سياسة القتل قائمة ومستمرة عند النظام الخليفي وكل هذا يشعرنا بالغضب ويتطلب مننا مزيدا من الجهد نقف اليوم رافعين أصواتنا مستنكرين استدامة آل خليفة والنظام في البحرين لإراقة دماء هؤلاء الثلاء من الشباب لأنهم أمنوا العقوبة فيسيئون الأدب ويستمرون في سلسلة من الإعدامات أعدموا ثلاثة من هؤلاء الشبان الثلاء المؤمنة وأعدموا اثنين أيضا وقتلوا بعض الشباب في عرض البحر خلال فترة قصيرة جدا ولدينا ثمانية من الشباب الآن على لائحة ما يسمى بالإعدام هذا النظام كان يقتل الناس في الشوارع ثم يقتل الناس في داخل السجون في أقبية السجون تحت التعذيب والآن يقوم بأعمال مسرحية يريد أن يسميها محاكمات ليقول إلى العالم أن هذه أمور قانونية والعالم كله يدرك مدى دموية هذا النظام آل خليفة خليفة آل 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 خليفة هذا النظام لا يحب الحياة بل يحشق الموت يحب أن يمنح شعب البحرين الموت وثقافة الموت وثقافة القتل والتصفية الدموية هذا النظام إن لم يموت البحراني في الشارع فسيقتله تحت التعذيب وإن نجأ من التعذيب فسيعدمه بالرصاص كما فعل مع هؤلاء الشباب الطاهرين مع ذلك شعبنا لم ييأس ولن ييأس يوما فكلما استشهد أحدا منه على أيدي هؤلاء الطغاة ازداد ثباتا وصمودا وشجاعة واستبسالا وإصرارا على المطالب التي في مقدمتها إحداث تغيير جوهري في النظام السياسي في هذا البلد المظلوم اشتركوا في القناة